يواجه الكثيرون ممن يعانون من زيادة في الوزن وحتى ممن يملكون وزنا مثاليا من تراكم الدهون غالبا حول منطقة الخصر أو ما تسمى بالكرش ويظهر الكرش بسبب تجمع عدة أكياس دهنية في منطقة الخصر والعضلات الأمامية من البطن بسبب ارتفاع نسبة الدهون الممتصة من الطعام التي يتم تخزينها في تلك الكاسة التي تشكل الكرش ولمشكلة الكرش أبعاد كثيرة صحية ونفسية تستدعي التخلص من الكرش في أسرع وقت وللمزيد تنضم إلينا في الستوديو أخصائية التغذية حنان الخطيب يا هلو صباح الخير صباح الخير موضوع يعني كل العالم مو بس النساء يتفادوا الحديث عننا وتشوفيها تلبس شوية وسيع وتحاول إنها تحط يدينها وتحاولها تخطي مشدات مشدات الله وهذه الأمور الأخرى اللي قد تساعد وهما ولكن هذه الدهون الوسطية من أصعب ما يمكن إزالته في الجسم فاشرحي لنا ليش هلأ أول شي بدنا نميز أنه الكرش زي ما بتقوله أو روز البطن هل هو سببه أنه زيادة كمية الدهون اللي هي موجودة على البطن ولا هو ارتخاء في العضلات سيما هو موجود عند معظم النساء بعد الحمل والولادة بصير في ارتخاء بالعضلات ولا في عندنا مشكلة في الصحة الهضمية اللي هي النفخة في كتير ناس بفكروا أنه عندهم دهون على البطن هو في الواقع عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي وبقلون العصبي بالضبط فإحنا لازم نشوف أنه هل هي دهون ولا مجتمع عوامل تاني بهذا الموضوع كيف نفرق؟ كيف ننفرق هلأ أنه أول شي في عنا عدة أسباب لنا كيف نقدر نفرق بس هلأ زيادة الوزن لما يكون التراكم عن منطقة الدهون في عنا مقياس الخصر اسمه الويستر كونفرنس أو في عنا أجهزة عند أخصائيات التغذية لكن هلأ الكرش بتواجد عادة عند الرجال أكتر من النساء لأنه السمن الوسطية عندهم درجة الستات بيكون عندهم اللي بيكونوا بشكل التفاحة وفيه شكل الكمثرة زي ما منعرف هذا الحكي كلنا منعرفه اللي شكل التفاحة بيكون عندهم تراكم في المنطقة الوسطية أكتر والمنطقة العلوية أكتر من السفلية هذول ما فيهم طول فيتجمع أكتر جينيا هو لسه قبل شوي كنا نحكي على العوامل الجينية هي بيكون شكلها شكل التفاحة بيكون التراكم في المنطقة العلوية اللي في المنطقة السفلية مع أنه ستات بيتضايق ومن موضوع تراكم الدهون في الأرداف لكنه صحيا للقلب أفضل سادة حنان أولا قاطع كلامك يعني عند الرجال بالتحديد أنا ألاحظها في بعض كرش عن كرش تفرك ففي كرش تلاقينها يعني حتى لو تضغطي عليها تلاقينها سلسة في الاكسب المرينة هذه دهون بطن هذه دهون طيب اللي قاسية يعني في بعض الكروش نفخة نفخة إيه قاسية يعني تحسينها معضلة نفخة هلأ إحنا رح نحكي في الحلول لكن هاي نفخة هلأ عفوا ممكن تلاقي ناس أنه في عم تلعب رياضة وفي نفس الوقت في كرشة هاي بيكون العضلة قوية لكن في كمية دهون هلأ العضلة النسيج العضلي بشد النسيج الدهني بيعطي هذا المنظر شفتي نفس النفس الوضعية اللي يقول لك هلأ ما أنا شايفة لازم شوف في توصورة طلعت الأصبع على البطن يعني ملعب الأطفال إذا شفتي أي طفل يحوز على طول يحاول بالضبط هاي هي هلأ إذا كان طريق أكيد هاي دهون واضح إذا نفخة بيكون بس بروز هل صحيح دكتورة حنال إننا في أطعمة هي اللي تساهم بيتجمع الدهون في منطقة الوسط أنا ما بقامن بهالشي هي خطة كاملة متكاملة مش هلأ في دهون مشبعة أكثر ممكن بالضبط فهلأ إحنا في عنا أكثر من طريقة لنشيل الكرش أول شيء السكر هلأ سكر الأبيض السكريات البسيطة بتساهم لأنه لما يرتفع مؤشر السكر في الدم بسرعة الأنسولين بيرتفع بسرعة بيصير في تخزين للدهون في الخلايا بشكل أسرع إذا بنقدر نركز على البروتينات والدهون الغير مشبعة اللي هي جاي من مصدر نباتي في أكلنا هذا الشيء بيخلينا نركز حرق الطاقة من الدهون بدل السكر المواد المصنعة والجونك فود هذا كلياتنا بنعرف خاصة لعالف السكر وهي عبارة عن حمية ورياضة بنفس الوقت الحمية بتشكل ثمانية وحتي الرياضة ما تنفع معاهم إيش الحل هنا ما هو هنا اللازم حمية مع الرياضة الحمية بتشكل ثمانين بالمئة من الموضوع الرياضة عشرين بالمئة من الموضوع الرياضة ما رح تنفع إذا ما كان متبع الحمية الصحيحة وهو إزالة السكر إزالة الجونك فود تركيز على الدهون والبروتينات بس في شحوم متراكمة سابقا يعني بتروح هلأ أول شي بتكتطلع عملية الشفت ما تنصحين فيها أنا بنصح فيها هاي نهاية أول شي بتوصل للوزن المثالي إلك وبتشوف وين باقي تراكم الدهون وهل هي دهون ولا ارتخاء في العضلات بتعالجها بالتمرين لا أنا بصراحة كتير شوفت حالات اللي هم وصلوا للوزن المثالي ووصلوا للمعدة المسطحة المشدودة بس لازم يوصل للوزن المثالي ما بنقدر نقول إنه في عنا دهون عالية ولا بدنا هاي المنطقة تكون خالم الدهون هون بلجأ أول الشفت في ستات طيب برضو في دارج في الأوساط النسائية اللي هو مثلا الحمامات الحارة اللي هي زي التركية والمغربية ممكن إنها تساهم بيزالته وفي أيضا الحزام اللي بيوفر حرارة الحراري على أساس يركز التعرق في هذه المنطقة ينفع ما ينفع أوكي هلأ إذا بنلاحظ هذا تعرق هذا إحنا تخلصنا من المي الزايد والما يحطوا هذا الكيس للسلفان وهذه الشغلات هذا ليس الشحم هلأ زيادة درجة الحرارة بشكل عام للجسم فيها تحرق سعرات زيادة شوي لكنها نصب كتير بسيطة لو أننا أخذنا بالرياضة ويمكن أن نرفع هاي الحرارة للجسم نطرط الجانب الرياضي كل شيء نلف وندوره يرجع للرياضة لكن بس نقطة واحدة عفوا ضروري أنه الواحد يستبدل المي بعد ما يدخل الساونة ويعمل هاي الأحزمة لأنه فقط كمية من الماء لابن يعودها وإلا رح يقل حرق الدهون أستاذة حنان الخطيبة خصائية تغذية شكرا على معلوماتك شكرا أهلا وسلم